والناس كلها مستنية الظهور الاول لكارلوس كيروش مع منتخب مصر مشرفني من نوارين طبعا واحد من نجوم مصر الحقيقة ونجم الاهلي السابق كابتل رمضان السايد كابتل رمضان برحب حضرتك مشرفني من نوارين ربنا نخليك ايه خبر حضرتك ايه الحمد لله تمام يعني الناس كلها مستنية حقيقي مستنية الظهور الاول مستنية تشوف الراجل ده هتعمل ايه او ايه الشكل اللي هتبدأ به معالبي يعني هو اعتقد ان احنا يمكن الامباراتين انا في رأيي ان هما هيبقوا صعبين جدا طبعا مش ماذا يعني اولا منتخب ليبيا غير مثلا خمشهار سنة فاته يعني اول مرة في تصفيات زكات افريقية او زكات تصفيات كاس عالم بحس ان فيه تيم تيم قوي جدا وبدانيا كواسين اوي وبيشتغلوا مع المدرب الحقيقة بشكل كواس اوي فهو المبارات صعبة الامباراتين الحقيقة يمكن بقى الفترة اللي فاتت احنا علقنا طبعا عن الاختيارات الحقيقة الاختيارات شايفها من وجهة نظرك يعني فيه ناس كتير اتكلمت عن الاختيارات وفيه ناس كتير قالت القفشة وفيه ناس قالت محمد شريف ليه برا وناس احنا دايما كده كمصريين كلنا او كجمهور الكورة كل واحد شايف انا مدير فني منتخب مصر فانا شايف اختياراتي كذا ولكن الراجل يتكلم في جزئية اللي هو دي اختياراتي وانا المسؤول عنها ما تسألنش على اللاعب بعينه وسألني عن منتخب مصر هي المشكلة انت عارف يا حف ايه المشكلة ان المدير الفن الاجنبي لما بيقول كده ويجي ما يوفقش بيمشي صح ولا حد حتى بيقوله انت عملت ايه يعني خلص بيمشي لكن انا في رأيي ان الاختيارات فيها حاجات غريبة جدا انت النهاردة لما تلاقي فيه مثلا افشة وامحمد شريف فيه اجماع لو احنا مثلا 110 مليون هتلاقي 100 مليون صحيح عارفين امكانيات افشة ايه في الموسم ده وامكانيات محمد شريف كمهاجم كان عامل ازاي في الموسم ده على فكرة محليا ودوليا منتخب كمانتخب كمان صحيح يعني حتى المبارات اللي شاركوا فيها مع المنتخب واخر مبارات هو اللي مكسبه هو اللي مسجل اه وقابليها قابليها مسجل حقيقة بشكل كواسي قوي افشة يعني من اللعيبة يمكن لو فيه اختيارات الموسم ده لأفضل لعيب افريكي محلي افشة هتلاقيه مرشح عليها بشكل كبير جدا وممكن يحصل عليها يعني بنسبة تروح ل90% فالتنين عاملين موسم يعني قوي جدا ايه ممكن تكون وجهة نظرك كابتر انا مش عارف انا مش عارف يعني حتى حتى هو المبرر اللي بيقوله ده مبرر غريب جدا يعني هو يقولك ده وجهة نظري ودي اختياراتي ودي ماشي يا عامل فيه يعني انت من حقك ان انت تختار ومن حقك ان بليكي وجهة نظر لانك انت اللي هتشتغل بس ما يبقاش بالفجاجة دي ما يبقاش الناس كلها يعني مش ممكن فجئة ان محمد شريب بره وافشة بره شايف اختياراته وقناعاته هو او الجهاز المعاون اعتقد دي لا يمكن تكون الجهاز المعاون يعني لا يمكن تكون الجهاز المعاون لان لو الجهاز المعاون دي تبقى مشكلة كبيرة جدا جدا الحقيقة هيعيشوا فيها بعد ما الراجل ده يمشي طبعا يعني هيعيشوا فيها بشكل كبير جدا 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 انك انت ساهمت مسلا في ابعاد لا ده انا هقولك بقى حاجة كمان ده مصطفى فتحي مصطفى فتحي الدور التاني جاب 17 جول صحيح 17 هدف وبعدين انت معندكش بديل محمد صلاح في الجناح اليمين يعني معندكش يعني يمكن زيزو لكن زيزو مش هدف زي مصطفى فتحي تحسد مسلا زيزو مسلا احرص كم هدف مصطفى فتحي بيسجل اكتر بكتير اه اكتر معدل التهديف بتاعه اعلى بكتير اكتر والحاجة التانية صناعة اللعب يعني صناعة اهداف كمان برضك مميز جدا جدا في الجنب اليمين المسم ده هقولك حاجة من افضل مواسم مصطفى فتحي هو المسم ده من اول ما بدأ معنات الزمالي صح المسم اللي هو مع السموحة مع احمد صاح برضك انت بتستمع تلاتة لعيبة تلاتة لعيبة يعني اه اكوية جدا 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 ومش بقى احنا بنقولك بنقولك اسماء او اسم مسيحنا ما نعرفوش او اسم عنفرده عليك ده النجوم نجوم كبار جدا واسمات وجودهم صح اشتركوا في القناة